إلى ذلك أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استمرارها في تنفيذ حزم المحافزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد مثمنا هذه القرارات التي تعكز اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي حيث شملت هذه القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص وأشرت الدائرة إلى استمرار تطبيق عدد من القرارات والتي شاملت خصم خمسين بالمئة من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها قبل الأول من فبراير 2021 بالإضافة لخصم خمسين بالمئة عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية وذلك تعزيزا لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وإعفاء رخص الحضانات الخاصة من جميع رسوم الحكومية وينتهي العمل بهذين القرارين في الأول من نوفمبر ولفتت اقتصادية الشارقة إلى أنه منذ بدء تطبيق قرار إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية والذي انتهى العمل به مع نهاية عام 2020 بلغت قيمة الخصومات ما يقارب 90 مليون درامة